أحسن الله عليكم السائل النبي رمز باسمه بنون ألف الرجاض يقول ما هو الخوف من الله وكيف يكون الإنسان خائف وما هو الخوف غير الطبيعي مأجوني خوف من الله هو خوف العبادة وهو من أعمال القلوب وهو من أعظم أنواع العبادة خوف من الله خشية من الله محبة الله علي أعمال قلبية هي أعظم أنواع العبادة وأما الخوف الطبيعي مثل محبة الإنسان للمال محبة لنفسه ومحبته لولده ووالده هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان ما لم يقدمها على محبة الله عز وجل وكذلك الخوف الخوف منه ما يكون خوف عباده وهو الخوف الذي معه ذل وفضوع هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى هو خوف طبيعي وهو أن يخاف الإنسان من الشبع أو يخاف من العدو أو يخاف من الحر أو من الضغط هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ عليها الإنسان